ونشوف ونرجع المباريات وأول يوم كان فيه لقائين فقط لقاء طهطة والبداري وانتهى المباراة بالتعادل الإيجابي واحد واحد وتابعنا اللقاء الآخر لقاء كان بيجمع ما بين النصر والمريخ في ملعب النصر مباراة كانت هامة جدا للنصر علشان يواصل صدرته للمجموعة الأولى مجموعة القاهرة والقناة وبالفعل على الرغم من النقص العددي الواضح كان في فرقة النصر عرف كابتن سيد عيد المدير الفن نادي النصر عرف يتمكن من اللقاء بتغييراته في أرضية الملعب جاب مدخر الظهير الأيصر وأيضا جاب مساك لعبه ديفندر يعني عمل بعض تغييرات داخل الملعب منظر للنقص العددي في اللعيبة وخصوصا في الخط أو التلت الهجومي وعرف يفوز على نادي المريخ العنيد بهدفين مقابل لاشيء ولكن فرقة المريخ فرقة مش سهلة هتعرف ترجع تاني وتطلع من كبوة الهزيمة فرقة بتنافس على بطاقة الصعود ولسه الدوري طويل جدا ودي كانت أبرز تصريحات المدير الفني للمريخ كابتن محمد عبد الرحمن وأيضا اللعيبة إن قالوا إن الهزيمة دي مش مقياس من نادي النصر لا إحنا فرقة تيلة جدا ولسه في لقاء العودة في الدور التالي ده كان اللقاءين في اليوم الأول مبارح كان فيه تمن لقاءات وكل اللقاءات كانت تبع المجموعة التانية مجموعة القاهرة والقناة وهستعرض مع حضراتكم أيضا النتائج الزرقة وضميات وفوز الزرقة بهدف للاشيء مع كابتن مصطفى عبدو طبعا ده كان فوز هام جدا لعدة أسباب الزرقة بيقدم كرة كويسة جدا خلال الفترة الأخيرة ولكن مفيش مكسب يا بيتعادل يا بيخسر فيه الدقائي أو الثواني الأخيرة ولكن الفوز مبارح للزرقة وأول فوز على ما لعبه على أرضه رفع من روح المعنوية جدا لنادي الزرقة ووصل طبعا برصيدة أقول لحضراتكم وصل لرصيدة لتسع نقاط وابتدأ يشم نفسه كده بعشر أداء في 14 هدف داخل المرمى وزي ما قلت حالتكم مع كابتن مصطفى عبدو لا الأداء تحسن والحج سمير موسى رئيس نادي الزرقة ما تأخرش على اللعيبة وصرف مكافآت فورية على الجانب الآخر دميات بيمر بحالة عدم استقرار تغيير مدرب كان معاهم كابتن ماهر عبد الحليم تم توجيه الشكر ليه أو الراجل هو الاستقال حسب المدخلة اللي كانت معانا مبارح ومسك المدرب العام وأول قيادة فنية كمدير فني كابتن مصطفى مرعي طبعا الراجل ما نقدرش نتكلم عليه أو نحكم عليه فجأة في يوم وليلة بقى هو المدير الفني والمسؤور عن الفرقة خسر بنتيجة هدف الليلة شي اللقاء التاني كان كهرباء الإسماعيلية وسيراميكا وفوزة سيراميكا بهدفين مقابل لشي وكابتن ساعد فاروق بيستعيد مرة أخرى نغمة الانتصارات وكهرباء الإسماعيلية على غير المتوقع هكونوا متوقعين مباراة قوية وهيبقى ند قوي كهرباء الإسماعيلية نظرا طبعا لمكانه في جدول الترتيب ولكن الكهرباء بيخسر على أرضه بنتيجة هدفين مقابل لشي وانا الجدول كلها ده آه كهرباء الإسماعيلية المركز الـ 14 بـ 11 نقطة فكنا متوقعين مباراة تبقى قوية وخصوصا الكهرباء بيلعب على ملعبه على أرضه وفرقة بتلعب كرة كويسة جدا ولكن سيراميكا عرف يفوز بهذا اللقاء بهدفين مقابل لشي ومع حضراتكم الملعب اللي فيها كاميراتنا النهاردة وده جزء يعني لسه فيه ملعب تانية المينيا والجونة الحمام ومياه البحيرة الوسطى وتليفونات باني شويف كوم حمادة وحرس الحدود والعب ده منهور وكفر الشيخ دي جزء من المباريات النهاردة 14 مباراة اللي احنا شايفينه مجرد 5 كاميرات لسه الباقي جاي والتقيل جاي طيب هكامل بس سريعا النتائج الشرطة ونجوم بمستقبل لفوز الشرطة بهدف للشي السكة والبنك الاهلي فوز البنك الاهلي بهدفين مقابل لشي منتخب السويس وتابعنا هذا اللقاء بيفوز على القناة وكان محتاج هذا الفوز بهدفين مقابل لشي مصر وجمهورية شبين وأيضا تابعنا مع حضراتكم هذا اللقاء وانتهى بالتعادل الإيجابي واحد كوكاكولا والاتصالات وكابتن تامراد الحميد وفرت الاتصالات عرف التقلي بالنتيجة بعد ما انتهى الشوت الأول بهدف للشي فازوا بهدفين مقابل هدف والترسانة والشهداء الترسانة تعادل مع آخر جدول الترتيب بهدف للشي وكان الشرقية للدخان كانت الفرقة الباي الوحيدة لهذا الأسبوع في مجموعة القاهرة والقناة وما لعبتش بالأمس تعالوا سريعا كده نستمتع في الحمام نزله بالفعل في الحمام ومياه البحيرة اللعيبه نزلت أرض الملعب وابتدوا عمليات الإحماء تقريبا هم الفرقة الوحيدة والفرقتين اللي بتدوا يعملوا عمليات الإحماء بدري كده برضو الكرات في أرض الملعب يعني تباعا هنتبع مع حضراتكم الأحداث اللي بتحصل في كل ملعب سريعا نروح ونستمتع كده لمدة 4-5 دقايي بأهداف الأسبوع الـ 12 حتى الآن وبعد كده نستقبل ضيوفنا النهاردة وهنتكلم عن نتائج الأمس وأيضا مباريات اليوم وهنركز بالتأكيد أكتر عن مباراتنا النهاردة مبارات سهاج والألمونيوم مبارات في غاية الصعوبة سهاج مجبر إنه يحقق الفوز علشان الفارق ما يكبرش أكتر بينه وبين الأسيوتي واللي وصل 9 عن نقاط النهاردة والأسيوتي على الجانب الآخر عنده مبارات مع بني سويف يعني سهاج نازل مضغوط بما فيه الكفاية على الجانب الآخر الألمونيوم جهاز فني جديد يطرى الألمونيوم هيعرف يصمد أمام سهاج في سهاج ده اللي هنعرفه من ضيوفنا الكرام ولكن في البداية خلونا نتفرج ونستمتع كده بأهداف الأسبوع الـ 12 شكرا